نروح لشيء آخر وهو العلم أمر صناعي تعليمي Space Keys أو مفاتيح الفضاء تم تطويره في أكالة الفضاء المصرية والمصريين الحقيقة لما يحبوا يعملوا حاجة بإذن الله بيعملوها أمر صناعي تعليمي مهم جدا هيساعد طلبة كليات الهندسة والعلوم ورؤية الأعمال وأصحاب الشركات النشأة المبدعين في مجالات التكنولوجيا والفضاء هيقدر يساعدهم في أمور كتير هيساعد في التطبيقات التكنولوجية الحديثة يعني شيء الحقيقة عظيم جدا ده قادر أقول واحد من أحدث منتجات وكارة الفضاء المصرية إن شاء الله يكون لي إضافة مهمة برحها بدكتور أسامة شلبية عميد كلية الملاحة والتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنسويف ومدير مركز درافصات واستشارات علوم الفضاء بجامعة القاهرة دكتور أسامة مساء الخير أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك مساء نور وأهلا بك أستاذ عمر وأهلا بالسادة المشاهدين دكتور شلبية ممكن حركة توضح لسادة المشاهدين يعني إيه أمر صناعي تعليمي الفكرة كلها لما نبص الأول في أي دولة من الدول هتكون ما عندهاش صناعة فضائية ولا عندها علوم للفضاء أو اهتمامات بعلوم وتكنولوجيا الفضاء ستكون في المصنفة بأنها دولة ضعيفة بين الأمم والدول الأخرى للدرجات دي؟ عشان كده لابد النظرة الاستراتيجية آه نعم لأن من سيحكم كل ما على الأرض هو الفضاء المستقبل في علوم ثلاثة هي علوم النانو والزكاء الاصطناعي وعلى رأس هذا المسلس علوم وتكنولوجيا الفضاء من هنا أتت نظرة الدولة إلى إنشاء وكالة الفضاء مصرية وبالتالي استضافت أيضا وكالة الفضاء الإفريقية كل هذا بالإضافة إلى الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء هذه المؤسسات بالدولة تحتاج إلى موارد بشرية متخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء كانت الفكرة كيف يمكن لأبنائنا من الطلاب في الجامعات أن يكون لديهم الفرصة للتدريب على أقمار صناعية وبالتالي جاءت فكرة القمر الصناعي التعليمي هو ليس قمر للإطلاق وإنما هو نموذج لكيفية بناء مثل هذه الأقمار الصناعية تدريب الطلاب في الكليات والمعاهد المتخصصة بحيث نقدر ندخل إلى عالم تكنولوجيا الفضاء والصناعة الفضائية علومة تكنولوجيا الفضاء هي ما سوف تحكم كل ما على الأرض حضرتك وأنا دلوقتي بنتكلم على الهوى مباشرة بدون وجود أقمار صناعية لا يمكن لنا أن نكون على الهوى مباشرة إلى الآن استخدامات الفضاء كثيرة ومتعددة لكن أحيانا لا يشعر بها العامة لما بنتكلم عن شركة بتعمل مواصلات بدون ذكر الأسماء هتبقى معتمدة على إيه؟ معتمدة على الأرصاد الجوية فهن بالنظم الفضائية والإتصالات بالإنترنت الدنيا هتمطر الساعة 11 و 3 مداب الأمر الصناعي واللي فرقت معنا بقى فيه تنبؤات جوية دقيقة المحليات بتاخد احتياطاتها فالأمور بيتم احطوها زمان ما كانش كده بالضبط يا فندم لعلنا نتخيل أن هناك مخاطر كبيرة لم نكن لدينا الاستعداد لها كم من الأرواح ستذهب وكم من الأموال ستذهب وبالتالي كل مناح الحياة على الأرض ستحكمها من الفضاء وبالتالي صناعة الفضاء هي أمن قومي أمن قومي باختصار شديد صناعة الفضاء هي المستقبل آه نعم أمن قومي صناعة الفضاء هي مستقبل كل ما على الأرض الحضارة القادمة على الأرض هي حضارة الفضاء يعني حضرتك بتوافق على توجهات إيلون ماسك الملياردير الأمريكي الكبير كان لنسبوع الفاتحة عاملين يعني فقرة بخصوص عنه وإطلاق 52 أمر فضائي كده في طلعة واحدة فحراج شايف إن بالفعل لأن سبيس اكس شركة سبيس اكس الأمريكية اللي بيمتلكها حراج شايف إن بالفعل توجه العالم دقيقة يحدث نصمارات القطاع الخاص مش بس ناسا والوكالات الكبيرة في العالم لا كمان قطاع الخاص الكبير في العالم بدأ يتجه نحو الفضاء ويستثمر في الفضاء آه لا ما هو هي دي استثمارات الفضاء لسه مبارح طالع جيمس ويب سبيس تيليسكوب بعشرة مليار أيه مظبوط ده صناعة المعرفة صناعة المعرفة بالفضاء اللي هو التليسكوب جيمس ويب العلوم وتكنولوجيا الفضاء هي بزبط ده أكبر وأضخم وتيليسكوب عرفته البشرية طبعا آه هذه التكنولوجيا العالية وهذه الإمكانيات وهذا الإطلاق الذي يفوق كل الخيال أصبح يعني هو المستقبل طب تخيل حضرتك بقى المستقبل النواحد طبعا هذه النوعية من العلوم ترجمة نانسي قنقر